توب 10 أرهب شاشات البداية في أجهزة الألعاب لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا اشتركوا في القناة وحطوا لايك وفعلوا الجرس والحين خلونا نبدأ في المكزة عشر عندنا شاشة سيغا ساتن يعتبر الثالث جهاز منسلي لشركة سيغا إذا ما حسبنا إضافات السي دي على أجهزة المسابقة والذي صدر في سنة 1994 وقدم مكتمة ألعاب لا بأس بها من أجهزة الألعاب لإطلاق كانت لعبة دايتونة وبالتأكيد أول ألعاب لقتل ثلاثية الأبعاد فيلتشوفايترز شاشة البداية لسيغا ساتن كانت ممتعة تشوف فيها الزجاج متكسر من بعيد ويبدأ يقرب لين الشاشة وبشكل سريع يتشبك مع نغمة سريعة وشعار الجهاز البطيس تابعونا الآن مرز التاسع معنا جهاز الجيمبوي كولور جهاز شارك انتندو المحمول وبألوان هذا الجهاز كان يقدم تجارب عديدة شيقة والعيد تذكر أياما مع هذا الجهاز مع لعبة بوكيمون الأولى وأكثر شاشة بداية ببساطة أول ما تشغل جهازك يطلعك الاسم بعدها تدق خفيفة على الاسم وبس شيء مرة سريع في مقصد الثامن معنا جهاز الإكس بوكس الأصلي الجهاز اللي دخلت فيه مايكسوب صناعة الألعاب وكانوا بصميم فيه ضجة وعلى أساس أنهم هم اللي فاهمين في السوفتوير طبعا قدموا مع الجهاز متجارب ما تنسى أصبحت صناعية في صناعة ألعاب مثل هيلو كومباتي فولت في وقتها اللي مصدرت كانت مختلفة جدا عن أي شاشة تسكيل عرفناها لأنها تبدأ بمادة لزجة أو سلايم لونها أخضر وتقدر تتوسع وتصغر والصوات يعله إلى ما يتحول هذا الشكل السلايم إلى علامة إكس كبيرة مع الاسم وفي المركز السابع معنا جهاز نيوجيو هذا الجهاز من شركة نيوجيو كان غالي جدا وقتها سعره كان حدود 650 دولار طبعا من ناحية القوة كان أقوى جهاز ألعاب في السوق وقتها أيضا والميزة الأساسية فيه أنه كان نفس الجهاز اللي موجود في أركيد إلى ألعاب القتال واللي كان اسمه MVS كلا حملات تسويقية هي هيطوم فيها على إجزة المنافسة بشكل مرة عبيض لكن هذا ما ينكر مكتبة الجهاز العظيمة وكي ينافس كابكم في ثانوان ألعاب القتال مثل الألعاب فاتف يوري وكينغ فايترز وأيضا يقدم ألعاب ثانية متنوعة مثل متل سلايك طبعا شاشة تشغيل اللي فيك هنا كانت جدا قصيرة وكانت بسيطة تشوف هي اسم الشركة يفر وتطلع لك صوت الموسيقى بسيطة وبعدين يكتب لك رقم الجهاز اللي يفخرون فيه في مكتب السادس معانا جهاز PSP أو PlayStation Portable ويعتبر أول جهاز ألعاب محمول من شركة سوني وكان ثوري في وقته لأنه كان يقدم ألعاب رسوم جودتها تقريبة جدا من جودة ألعاب بلاي سيشن 2 قدم ألعاب عظيمة عليه مثل متل جير Peace Walker وألعاب اشتارت عليه بشكل كبير مثل Monster Hunter Freedom Unite هذا الجهاز قائمة الرئيسية مميزة درجة استعملوها مع PlayStation 3 وشفنا خلفياتها أيضا على PlayStation 4 الشاشة الترحيبية حقا كانت بسيطة وقدمت أصوات ما نسيناها إلى الآن اشتركوا في القناة في المركز الخامس معنا جهاز PlayStation 2 ويعتبر أكثر جهاز مبيع في تاريخ صناعة الألعاب حتى الآن ولا نتوقع أنه راح يجي جهاز ثاني يقدر يتغلع عليه بدأ مشوار هذا الجهاز في سنة 2000 واكتسع الصناعة وجمع منافسين وقتها لما نزل كاعدل لغ عنوين قوية ودعم المكتب PlayStation 1 قوية مثل Metal Gear Solid 2 و Grand Theft Auto 3 وأيضا Final Fantasy 10 وتثبر واحدة من أطول الشاشات بداية الألعاب فكرتها يجي عواميد وفيها تصوير أفقي والعواميد هذه كانت تمثل الداتا الموجودة في كرت الذاكرة في جهازك لو كانت لديك بيانات كثيرة راح تزيد العواميد وبعدها إذا شارت اللعبة تجي شعار PlayStation 2 في الماكسة الرابعة معنا جهازي Xbox 360 وهو جهاز شركة ماكسوبت الثاني هو الجهاز اللي اخترع نظام الأتيفمنت وكان الجهاز اللي بدل سلاسة الماكسوبت القوية بدل سلاسة Gears, Off-War و Mass Effect ويعتبر أول جهاز ألعاب منزلي يكون فيه المجر الإلكتروني للألعاب وشاشة البداية فيه كان فيها طريقة إبداعية لعرض الشعار فيها تشوف كرة تفر بعين جه علامة الأكس عليها وتشوف شعار اسم الجهاز قدامك في الماكسة الثالث معنا جهاز Sega Dreamcast هذا الجهاز اللي عاش فترة ضئيلة ولم يكسب عدد كبير من اللاعبين إلا أنه كان متألق وقتها بحيث يعتبر جهاز ثوري وسابق وقته لأنه أول جهاز منزلي يجي معه مو دم جموج فيه يتصل في الإنترنت وكان أيضاً يعتبر أول جهاز منزلي يكون عليه DLC وبنفس الوقت قدم عناوين كبيرة كوانت فجوا في قلوب اللاعبين مثل شنمو وألعاب تعلقوا فيها الناس مثل جيت سيت راديو وكريزي تاكسي وطبعاً النقل الثوري اللي حصلت عليه أساسلة سونيك بلعبة سونيك أدفنتشر من رسوم و جيم بلاي وموسيقى ولا ننسى وجود رقاط النوومي تشيب اللي موجودة في أجزة الأركيد وقتها كان هذا يسهل على المطورين نقل لعبتهم من الأركيد مباشرة إلى جهاز المنزلي بألعاب ضخمة أغلبها قتالية مثل سول كاليبر وموابي برسلس كوبكم 2 وأخيراً في ألعاب غريبة مثل لعبة سيمان شاشة تشغيل حقتها كانت ساحرة بشكل عجيب حتى الآن راسخة في بالي فما أدري هل هي من الصوت ولا طريقة تقديم الشعار الإبداعية شوفوا أنتوا المقطع وعلموني في المقصد الثاني معنا جهاز الجيم كيوب ويعتبر رابع جهاز نتندو ويتميز بحجم الصغير وقوته على العكس باقي الزل أخرى قدم معه لعبة لويديز مانشن اللي أصبحت سلسلة أساسية من ألعاب الشركة شاشة التحميل فيه كانت عجيبة ولها أصوات مختلفة كل مرة تضغط فيها على أزار معينة في اليد ولما تشغل الجهاز تشوف فيه مربعات صغيرة ترسم حول المربع معين وتتغير الأصوات حسب وين ما تضغط الزر واخر مربع صغير تبعد الصورة ويبان لك بالشكل مع اسم الجهاز في المركز الأول معانا الجهاز اللي كسب قلوب الجميع والكثير بيوفقني أتوقع على هذا الكلام بلاي ستيشن 1 هذا الجهاز كان أول جهاز بالبلاي ستيشن أول دخلة لسوني إلى عالم الألعاب والجهاز اللي كان مفترض يكون واحد من أجهزة نتندو لكن فشل بعد الصفقة تم انشبون فيديو هذا محمد البسيمي سواء لكم فيديو عن موضوع هذا كامل موجود على قناتنا ملفات سرية تقدرون تشوفهونا الآن وطبعا سوني لما ادخلت السوق بجهزة بلاي ستيشن 1 أخذت منهم حصة كبيرة من سوق نتندو وفضل هذا الجهاز أيضا تم تشهير نوع ألعاب أربيجي يابانية مثل 527 وأيضا وجود أقوى أو خلقوا من أقوى الألعاب اللي نزلت عليه هي لعبة مثل Gears Solid وكيف أنها سبب ضجة إعلامية كبيرة وقتها بقصتها ورسومتها والموسيقى وفضل قوة الجهاز وأيضا قوة السي دي بحيث من ناحة الموسيقى كانت مرة واضحة والتمثيل الصوت فيه كان جدا واضح وأيضا أعطتنا شريحة كبيرة من ألعاب ما نحصلها في أجزة ثانية شاشة التشغيل حقها كانت ساحرة أكيد عشان اللحظة اللي أول ما تطع لك الشاشة الترحبية تجلس تدعي ربك يا ربي يشتر يا ربي يشتر والله ما روح أترك فرق صلاة وبصير شاطر في المدرسة طبعا إلى أن تطلع الشاشة هذه اللي قدامكم أنه اشتغلت اللعبة وبتفرح وتنسى كل وعد قطعته على نفسك إلا أن ما يجي دور اللعبة الثانية اللي بتشغلها وتبدأ مرة ثانية لأسطوانة أنك تساعد تدعي ربك أن اللعبة تشتر طبعا كلام هذا ما صار إلا بعد فترة طويلة من الجهاز يكون عندك لأنه مع طول الوقت عدسة الجهاز تنزل تحت فتكون قراءة السيدي مرة ضعيفة فأحيانا نضطر نقلب الجهاز عشان كانت تشغل فيه الألعاب اشتركوا في القناة وهذه كانت لستتنا لأفضل شاشات البداية في أجهزة الكونسل المعروفة قلوا لنا نشراكم في الفيديو أيضا ما تقل في جزة ثانية لأنه خلط خلط للجهزة ما في جزة ثانية إلا ما يمكن من المستقبل أن ما تكثر الأجهزة ننسى لكم جزة ثانية يعتبركم على المتابعك أما كفادت الشيحة مع السلامة